تخص مقدرات بلد هاي متحتاج تؤجل لا 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 بس اسمح الحل وين انت عندك شنو انت عندك برنامج حكومي حتى تخلي الجانب تعزيز النزاهة احنا اول مرة نذهب على تعزيز النزاهة حتى اللي يزل عن الطريق نسوي لمكافحة احنا نعزز النزاهة المشكلة مالتنا وين بالعقود العقود اللي هو عماد الموازنة المالية عقود والمشتريات الحكومية اكبر خلل بي فالموازنة الاستثمارية تروح ماكو لحدنا 1115 مليار ماديوين صارت يعني كموازنات لعم اخلنا جهة تداعيات اكو عدنا تداعيات موجودة يعني برأيك ها رح تأثر الحالية الموجودة بالساحة العراقية ها يتأثر على وضع النزاهة في البلد بهذه الفترة طبعا طبعا تأثر شو تأثراتها لا انت بل ماكو سيادة قانون انفاة قانون ماكو سيادة قانون انفاة قانون بمعنى وجود خارج الدولة وجود مافيات مسلحة وجود كذا طبعا هذه كلها تأثر ولكن شنو انا نقول هسا الان ان شاء الله بعد ثلاثة شهر ستة شهر يجين مجلس نواب جديد هذا مجلس النواب غير قابل بأن يكون جزء في عملية تعزيز النزاهة لأن كثير منهم متهمين متنفذين فيهم متهمين انا اتحمل معلكم التواري هذا المجلس مجلس النواب الحالي غير مؤهل بأن يعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد طيلا من قلنا قوانين القوانين هم الهم كلها تتغير كلها تنلغي المجلس القادم علي أن يقوم بمراجعة دقيقة أن ياخذ دوره تشريع القوانين اللي إلى علاقة بعملية تعزيز النزاه ومكافحة الفساد ويأدي دوره لأنه عملية مكافحة الفساد بجانب توزيع أدوار أكو تشريعي تنفيذي قطع عدالة وهكذا بقيت الأدوار أنتو كأعلام بجانب الصحافة صحيح أنك مش تنعمل